كالعادة هنبدأ معاكم فقرات سبع الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت إمبارح منها استقبال سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات وأكد سيدة الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المخفور له الشيخ زايد آل نهيان وثمين سيدته مواقف الإمارات الدعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية إمبارح كمان شاهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للقاضي محمد عيد محمد محجوب رئيسا لمحكمة النقد المستشار عاد الفهيم محمد عزب رئيسا لمجلس الدولة والمستشار محمد محمد بكر رئيسا لهيئة قضايا الدولة أكد سيادة الرئيس على دور محكمة النقد ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة وشدت سيادة الرئيس على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهمها على الوجه الأكمل في نفس السياق أيضاً إنبارح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للقاضي عبدالله عمر شودة رئيس محكمة النقد السابق والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق والمستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وأعرف سيادة الرئيس عن خالص تقديره للسادة المستشارين على جهودهم الكبيرة وتفانيهم المقدر في إنفاذ القانون وحماية العدلة قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد القاضي عبدالله عمر شودة رئيس محكمة النقد السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيس مجلس الدولة السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للسيد المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق تقديراً لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد القاضي محمد عيد محمد محبوب رئيساً لمحكمة النقد أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين يعين السيد المستشار عيد الفاهين محمد عزب رئيساً لمجلس الدولة أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أعدي وفيفتي بالزمة والصدق وأن أحترم القوانين يعين السيد المستشار محمد 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 بكر رئيساً لهيئة قضايا الدولة أقسم بالله العظيم أن أعدي أعمال وفيفتي والصرفة الأمانة وأن أحافظ على حسرار الدولة وأن أحترم السور والقوانين صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على دور محكمة النقد ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة في إرساء العدالة مشدداً سيادته على مواصلة تلك المؤسسات والهيئات القضائية الشامخة في أداء مهامها على الوجه الأكمل بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لأبو ظبي القابضة والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد إلى مصر طالبا سيادته نقل تحياتي لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات حيث أكد سيد الرئيس خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المخفور له الشيخ زايد النهيان والذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية التي انعكست في التنصيق الوسيق بين البلدين الشقيقين مسمنا سيادته مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية من جانبه عرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا لسيد الرئيس تحياتي سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ومؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعظم فيها التحديات أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصائد خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر لاسيما قطعة الطاقة والنقل والموانئ والسياحة كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث أكد سيد رئيس على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية بينما سمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين دول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك الفرق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شاهد احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان أكد القائد العام للقوات المسلحة أن القوات المسلحة المصرية أصبحت قوات عصرية حديثة تحتل مكان مرموقة بين جيوش العالم بما تمتلك من كوادر بشرية مدربة وتسليح متطور يمكنها من الوفاء بمسؤوليتها ومهمها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدرة شاهد الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان والتين ضمتها الدورات رقم 45 من كلية الحرب العليا والدورة رقم 51 من كلية الدفاع الوطني والدورة رقم 23 للتأهيل العسكري لقيادة التشكيلات التعبوية كذلك الدورات رقم 71 أركان حرب عام والدورتين رقم 43 و44 أركان حرب تخصصية وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وضمنت تلك الدورات عددا من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعددا من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم عقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان تناول الإسهامات العلمية والبحثية التي تقدمها الأكاديمية وكلية القادة والأركان وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكل من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان عقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين وقام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بتقليد أوائل الخريجين نوط تدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة دراستهم بالأكاديمية وكلية القادة والأركان وفي نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين كما هنأهم على ما حققوه من إنجازات طوال مدة الدراسة وأوصاهم بضرورة استكمال سعيهم إلى العلم والمعرفة مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بشكل متكامل بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لإعداد الكوادر المؤهلة بكافة القطاعات وتوعيتهم بمختلف التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري كما أشار إلى أن القوات المسلحة المصرية أصبحت قوات عصرية حديثة تحتل مكانة مرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من كوادر بشرية مدربة وتسليح متطور يمكنها من الوفاء بمسؤولياتها ومهامها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته أيضا ضمن الأخبار المهمة اللي حصلت إمبارح الاجتماع اللي عمله دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي للتطوير بحيرة المنزلة ومحتها أيضا ورشة العمل اللي عملها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الإلكترونية أيضا نفي الحكومة للشائعات اللي انتشرت حول اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية على نسبة 25% فقط خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضرتك على طول في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير بحيرة المنزلة ومحتها وأكد دكتور مدبولي أهمية أعمال التطوير اللي بتتم في البحيرات على مستوى الجمهورية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودل تعظيم عائد إنتاج الثروة السمكية ورفع الجودة البيئية للبحيرات انبارح كمان الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت حول اقتصار تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على نسبة 25% فقط وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن الفيديو المتداول مزيف وملوش علاقة بالواقع اللي بيحصل في العاصمة وقال كمان إن العاصمة الإدارية الجديدة بتعتبر أحد أهم المشروعات القومية وبيتم إنشاءها وفق أحدث التكنولوجيات العالمية بهدف تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً انبارح برضو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نظم ورشة عمل لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة بقطاع الصناعات الإلكترونية ودي ورشة العمل الخامسة ضمن الجولات النقاشية لحوار الخبراء بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية وتم طرح مقترحات بزيادة برامج التصدير والتدريب لتعظيم شراكة القطاعين العام والخاص كمان انبارحة دكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة قال إن الجهاز بيعمل كبيت خبرة للدولة المصرية وهيكلة المؤسسات الحكومية وقال إنه بالنسبة لمسابق التعيين 30 ألف معلم تم إعداد بنوك أسئلة لاختبارات المسابقة تتخطى 11 ألف سؤال في التخصص وقال كمان إنه ما فيش أي تدخل بشري في المسابقة من أول التقديم والحد إعلان النتائج أما بالنسبة لجولة المحافظات فمعنا مجموعة من الأحداث المهمة التي حصلت من برح في المحافظات أبرزها موافقة المجتمعات العمرانية على إنشاء مدينة جرجا الجديدة في سهاج وتركيب 926 وصلة مية مجانية في قرى المنوفية بالإضافة لإنشاء وحدة الانضباط بالشوارع لمواجهة المخالفات والإشغالات في الشرقية وأخبار تانية من الغربية وضميط محافظات مصر شاهدت مجموعة من الأحداث والأخبار التي حصلت من برح أبرزها تأكيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المشروعات دي وفرت أكتر من 153 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات في الشرقية تم إصدار قرار بإنشاء تقسيم تنظيمي تحت مسمى وحدة تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين الوحدة دي هتكون تبعة لديوان عام المحافظة وهدفها إعادة الانضباط للشارع ورفع الإشغالات فور اكتشافها لتسهيل حركة المارة من المواطنين وفرض الانضباط بالشوارع الرئيسية والميادين العامة في المنوفية أعلنت مديرية تضامن الاجتماعي عن تركيب 926 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأكثر احتياجاً في قرى وعزة بالمنوفية وده من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عنهم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في دومياط تم الإعلان عن انتظام توريد الأمح بالشوان والمطاحن في نطاق المحافظة وقال علي الغزاوي مدير عام تموين دومياط إنه تم توريد 54 ألف طن أمح بزيادة قدرها 1341 طن عن الحد المستهدف هذا العام وبمعدل ثلاث أضعاف ما تم توريده بالأعوام السابقة إمبارح أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سهاج عن موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكن على إنشاء جهاز تنمية مدينة جرجة الجديدة ليتولى تنمية مساحة 10297 فدا إمبارح انطلقت من جامعة طنطة قافلة طبية شملة لقرية تفهن العزب بمركز زفتة بمحافظة الغربية لخدمة المرضى ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة وده في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الزهبي وصرح الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة عن مساهمة جامعة طنطة بتلتمية وتلاتين قافلة كبرى بالقرى الأكثر احتياجاً داخل وخارج المحافظة وخدمة أكثر من 267 ألف حالة ما بين كشف طبي وتحويل العمليات للمستشفيات الجامعية وقوافل مساعدات وقوافل تمكين اقتصادي وكمان قوافل زراعية وتوعوية ومحو أمية